يعني انا اعرف المستشار المرتضى من سنة 92 نعم المهاردة كان 8 2018 يعني 26 سنة ما بين ان انا قبل ما اكون عوض مجلس ادارة نالزة مالك ما بين ايامها كان والدي اللي ارحمه كابتن الرهين القطيف كان عوض مجلس ادارة نالزة مالك ثم انا عوض مجلس ادارة نالزة مالك تحت سن ثم فوق السن مع المستشار المرتضى بالاضافة عوض مجلس ادارة اتحاد الكرة دورة الفاتحة دورتي يعني على علاقة طويلة مع المستشار مرتضى منصور على فكرة من أكتر الناس اللي يمكن باختلف معهم داخل ناس زمالك وخارج ناس زمالك في العديد من المرات المستشار مرتضى منصور لكن لما لهش علاقة ده كل تعرف أنا بقولك ليه كلام ده لأن في ناس بتظهر أن هي بتعمل حاجة قدام الشاشة وأنا لا أقصد إبراهيم أو أحمد حسن عشان بس ما حدش يفهم قبل ما تنقل من إبراهيم وأحمد المستشار مرتضى منصور على فكرة زهر عند إبراهيم وأحمد كتير جداً جداً أقولك على حاجة عند أنا فيديوهات المستشار مرتضى عند إبراهيم وجاب سرير اتناس بره بره قبل كده يعني توصي عندي بس حفاظاً يعني عادة أنا ما بحبش في الآخر تبقى في شعرة كده ما بيني وما بين زملائي حتى في العلام رغم أن أنا زعلان جداً منه العلام من أحمد بس رغم تجميع للفيديوهات وتبعتت لي الفيديوهات اللي قالها المستشار مرتضى أه دا أنت كنت ناوي تعمل بقى أه بس يعني فيه فيه لحظات كده بتبص كده لنظرة عامة وأشمل تقول لا يعني إحنا داخلين على أنت لا يعني إحنا كنت عايز تقصد من خلال هذه الفيديوهات أنت طب ما كان بيحصل كده وما كتب بس كتب لأ طب ماشي أقولك الحاجة الأحلى وده اعتابي على إبراهيم وعتابي على أحمد أنت ورديت ورد برا الموضوع ولو أنا عايز أعمل حاجة وأكملها أروح أشتكي وأقدم شكوى اللي أنت قلتوه ما ينفعش يتقايا لأن مزعلش مني وقت الهوى مش أي حد مش ملكك صح دا ملك قناة محترم اسمها D.M.C مش طلع هوا ربع ساعة عشان أجرح بشخصية سين أو صاد أو عين بس في الآخر ايه تعطي بص كده في الآخر احنا بنموت في مصر ومنحب مصر في الوقت اللي احنا فيه ده اعتقادي واحنا داخلين على انتخابات الرئيس وانتخابات سيادة الرئيس والقناوات عندها حاجات مهمة جدا 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 تشغلها واحنا كمصريين علينا دور كبير جدا 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 حتى أمام هقول ايه التطرف الفكري حتى في الرياضة كابتا خاني أيوة طبعا وكده أنا كنت من المؤيدين لما فعلوا اتحاد كرة القدم في الاتحاد داخل الاتحاد كرئيس للاتحاد وأعضاء الاتحاد في تأييدهم أو مبايعاتهم لرئيس السيسي طبعا لفترة ثانية أنا شخصيا انت عارف ان انا دلوقتي هتكلم معك في حاجات انا مش موافق عليها لكن لما بقى بقى موافق على حاجة بقى مقنعة بيها ليه؟ لان البلد لا تحتمل خلال هذه الأيام ان احنا نتكلم عن شيء آخر فلايت بصراحة لايت نفسي كانت بقى في قصة وخالد زعلان من لعندنا الأهم من كده بكتير جدا في محرار على رغم من انت كنت جبت كل الفيديوهات اقولك على حاجة اه وكل حاجة عندي والورقة بتاعت الشكوى عندي كمان هاوريهلك على المبايع لا 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 انا مصدقك هاوريهلك على المبايع انما والفيديو اللي نزل والصوت اللي اتقال سواء في راديو ولا في تلفزيون وكل حاجة واعتقاد اي شخص هيسمعوا هيعرفوا انهم اخطأوا اعتقاد الشخصي لو احمد وابراهيم واا عادوا مع نفسهم بهدوء بعيدا عن كل ده اعتقاد الشخص هيحسهم قديهم واخطأوا واقولك على حاجة النهاردة كام 27 27 ماتش ذاك الاخلي كان كام كان 8 واحد اعتقد صح معنا داخلين على ثلاثة اسابيع المستشار مقتدر بيطلع في كل القناوات اه النهاردة في المقامر الصحفي بتاع النهاردة لا ويمكن كان كلامهم في الموضوع انه هو ان دي قناة الدولة وقناة النيل وقناة الار انت فتحت نقطة جميلة جدا 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 لا يا صح ان هو انت قلت نقطة جميلة هي قناة النيل رياضة قناة الدولة صح نعم هي قناة المحور مش قناة الدولة دولة طبع دي ميسي مش قناة الدولة دولة طبع يعني ايه قناة الدولة يعني في قنوات دولة وقنوات ضد الدولة لا تابعة لإعلام الدولة إعلام الحكومة مش فيه مجلس أعلى للإعلام نعم حضرتك تابعه طبع وانا تابعه والDMC تابعه والون تابعه والسين تابعه وساد تابعه خلينا الكلام بأمانة وبكل وضوح فيش أعلام مع الدولة وأعلام ضد الدولة كلنا قنوات مع الدولة نعم لان لمصلحة الدولة ان القنوات اللي موجودة ما باش فيها تطرف احنا كلنا دولة طبعا فما فيش قنوات مصنفة وحضرتك بتبقى مبسوطة مع الدولة وغير الدولة حضراتك بتبقى مبسوط وانت قاعد بتعملوا الاستوديو التحليلي وكده كده انت قاعد في الاستوديو هل بتبقى مبسوط وانت مش شايف الجمهور في الملعب؟ لا طبعا اكيد الناس ممكن ما تكونش عارفة الموضوع ان حضرتك وانت قاعد بتاخد حماستك من الجمهور برضو زيك زي اللعيد والتعليق كمان والتعليق طبعا والتحليل وكل حاجة احسزك يعني انا مش عايز اقولها اقولك انا على حاجة يمكن انفراد انا كان عندي استوديو تحليلي يوماتش الاهلي قدلتك مدريه وكدت مستمتع بيك وانت طلع ووراك الجمهور نعم والله كدت سعيد ان كابتل اسلام الشاطر طلع والجمهور المالي اللي استاد كدت قاعد انا كدت سعيد هشيته سواء هشيته سواء فتحت عمال اقوله انا بحسدك ان انت وايفتحت طبعا ليه احساس رائع ليه كمزيع احساس رائع ليه كمعلم احساس رائع ليه كمسؤول فاتخيل بقى فانت شكلك بيبقى مختلف حتى احساسك بنفسك واحساسك طبعا فانت تبقى كاعلامي مختلف وكمعسؤول عن الكرز القدم في مصر مختلف طبعا فانت بتتكلم النهاردة من فوق بنظرة عام واشمل يعني اعتقاد الشخصي مفيش وقت ان احنا الحاجات الصغارة دي المفروض ننقى بنفسنا وخاصة كل الوسط الرياضي عارض يعني انا عارف كابتن اسلام من زمان وعارف ان كابتن اسلام يعرف خالد من زمان مش خالد اللي بيصير الضجة ولا شو عشان يبحث عن شو فيديوهات ومشاهدات على اليوتيوب والفيس واللايف ستريم مش قصتي دي مش بتاعتي وما ببحث ان حد يدخل عندي في البلنامج عشان يجيب سيرة الكابتن اسلام طب ما انا ما اقول انا لانا عايزه الكابتن اسلام ما اقوله انا مش محتاج حد يدخل يقوله وما ببحث عن ده وممكن البعض بيكون بيستغل لهذا الموضوع لا ده انا هسأل سؤال جميل قوي فضل المستشار المرتضى منصور طلع في استاد نيل كم مرة الموسم ده وطلع في بقية البرامن كم مرة لما يعرفوا اللي جرى يرجعوا لي ويقولوا لي انا جبت عدد المرات اللي اتلاحها في القنوات التانية وعندي استاد نيل المستشار المرتضى منصور هو غير ان هو كان رئيس ربطة الانديت المحترفين هو مش رئيس النادي زمالك الحالي ما هو ده اللي انا بقوله انا لما بقول كده الناس بتقولك انا هنا يعني كاسلام طب انا شخصيا من الناس اللي شرف لايه ان رئيس النادي الزمالك يخش حالي طبعا يعني انا ببقى مبسوط اي برنامج بيخش وبيتكلم ويعني الناس بتقولي يمكن هنا مختلف شوية الحمد لله بيبقى يعني بيتكلم بهدوء اكتر بيبقى الموضوع احسن من وجهة نظر الناس يعني حتى الكل هنا بيقولي ويمكن انت كذا مرة تقولي يعني انا باخدوش بعد مطش على طول يعني انا مش في استوديو مثلا عشان اخدو بعد مطش على طول حصل مع حضرتك لكن هو بيقى ساعات متنرفس شوية بعد لكن بعد خمس ست ساعات من المطش لا هاسألك سؤال بصفتك الاعلامية تفتكب بعد مطش دانك واغلي ولما مستشار مرتضى منصور يطلع يقول عرض اربع لعبين للبيع ويدخل معايا في خناة نايل السبورت ده مس سبق ليه يا كاعلامي؟ سبق طبعا سبق طبعا سبق هو المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نايل الزمالك الدورة التانية وعضو مجلس النواب هو مش مسؤول عن كلامه؟ مسؤول عن كلامه اه يعني فرصة وانت يعني ودانا الكلام في قرار من المجلس الاعلى لعلام الاستاذ مكرم محمد احمد اعتقد اصدره من من يومين ثلاثة قريقته انا كويس جدا ويمكن برضو شفت هنحاول نجيبه لواليد لو قدرت تجيبهولنا شفت براهيم تلع برضو عقب عليه وقال لك اهو الموزيع هو اه ان الموزيع هو المسؤول عن الضيف ومسؤول انا حاول نجيبه دوات عشان نقرأه يعني ده بقول لك انا حاجة حلوة تفضل انا ممكن اقوفك دواتي حالة توقفنا انا ازاي اقول اي حاجة الوقت اه وانا اللي مسؤول بقى صح اعطش انفاحم انا اللي مسؤول يعني يا استاذ مكرم انا محا الضيف اللي موجود والمسؤول عن كلامه تالنهاردة كابتن اسلام الشرطة لما اجيب خالد لطيفة عوضو مجلز الزارة التحكورة هو اللي يبقى مسؤول اسلام ولا خالد لطيفة مم طب انا ممكن مزعلش مني اه اسلام انا بحبه نص نص اطلع عنده في البينامج اقول له طبعا يا استلام يشرفني واطلع عند اسلام وانا على الهوى اروح شاتم اسلام يتوقف مم هو ده يا منطق مم هو جيتنظر طبعا صح؟ طبعا هو بيتنظر بس هو ممكن تبقى مسلا على الاساس ان الموزيع اللي قاعد هو اللي يجب عليه ان يتحكم او في الزيف او تقطع او تشوش الحاجات بقى اللي انت حافظها كرجل اعلامي واحد اتنين ثلاثة حل واحد اتنين ثلاثة خلينا نقسمها مكالمة وضيف نعم مكالمة مش اقدر اقول اللي انا عايزه في تلاتين ثانية معاك واقفل مممكن قبل ما هو يقطع مممكن تقول في كلمة واحدة صح؟ قبل ما يقطع كذا كذا وروح قافل تتوقف انت وانا لأ طيب انا معاك ضيف في الوقتي بصمش ما يقدرش على الضيف وهيقدر على الضيف ليه؟ ما يقدرش على الضيف لا ازاي ازاي هو النهاردة لما انت بتعاقب مسؤول ده مسؤول لو انت جايب ضيف مزعانش مني انت جايب ضيف مالوش هوية انت جايب مسؤول لأ طبعا هناك وسيلة ما اكيد ان انت ازاي تخلي الضيف ما يخرجش انما انا كمزيع مش عارفنا انا ضيفة يقول ايه؟ ده الكلام ده على طب احنا ليه بنقول ان الكلام على مسؤولتك الشخصية طالما المقدم بالبنامج هو مسؤول انت تقول لي ليه بقى على مسؤولتك الشخصية ما انت لمسؤول في داخل اه كده كده انت مسؤول كده كده مالا هتوقف لو حصل حاجة فانت تقول لي ليه؟ الحب تقصد ان لو واحد مثلا ما بيحبش واحد او بيحبه نص نص يطلع يوم جايب كذا 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 ويروح قيل وخلص شكرا ويسيب الستوديو ويمشي حتى لو مش مكالمة يعني وعمل اللي عليه ووافو موضوع اكبر من كده بكتير اضيوف وقدمينيون بنامج كله مسؤول مش واحد بس بالعكس اعتقاد الشخصي اكبر مسؤولية على صاحب الكلام يعني النهاردة لما انت متسأل هتسألني سيمة خصوصا اذا كان له هوية صح انت هنأت تسألني على اتحاد الكورة عضو مجلس دارة اتحاد الكورة والاعلامي الكبير وكذا اقولك انا على حاجة حلوة مثلا بتسألني انا على اتحاد الكورة وانا شايف اسلام مثلا بيحاكم اتحاد الكورة بزعلام منه حتة اقولك ده اتحاد الكورة كذا تتوقف انت هو ده منطقة صح وجهة نظر صح مش منطقة نعم لأ الكل مسؤول وخاصة اللي صاحب الضيف اللي جاي وله هوية هو مسؤول عن كلامه 100% الموزيع بيحاول يقلل على قد ما يقدر بخطوة واثنين ثلاثة وده اللي انت عملته يوم الفيديو الشهير ده بالضبط وبعدين انا في الاخر هستفيد ايه لما انا هجيب حد على التليفون مش المستشار مرتضى يشتم في سين او ساقفة يشتم في خلدها انت هتستفيد ايه صح؟ هتزود لك شهرة ايه اعضافتك انتو موضوع العكس ده انا عدت عتزة قلت المستشار المستشار نفسه تلعف احد البرامج اعتقد في القنوات التانية قالك طب ده خالد قال لي مرة واثنين وثلاثة احنا في تلفزيون مصر السادة المستشار اتطلبوا ايه؟ ما يقفوني انا هو نفس كده اه المستشار مرتضى قال كده اه يعني اعتقادي الشخصي ربق ضررات النفعة عرفتني بس بتحبيني كتير جدا عرفتني ان انا عندي هيئة وطنية الاعلام محترمة برأس الاستاذ حسين زين استاذ وثمبها الناس رئيس قطاع النيل قناته متخصص طبعا شخصة محترمة جدا اه كل الزملاء اللي في الهيئة الوطنية الاعلام وفي المجلس الاعلى الاعلام اللي في التلفزيون المصري اللي انا سعيد وفخور ان انا فيه اعتقاد الشخصي اه فخور بهم جدا وسعيد بمدى حبهم وتقدرهم خالد لطيف الاعلامي بعيدا عن عضو مجلس التحكور وفي نفس الوقت حضرتك هل من الممكن ان انت تتكلم مع الاستاذ مكرم محمد احمد مثلا في اطار هذا في اطار هذا الموضوع ان احنا تقول حضرتك وجهة اطلع هطلع وهو من شخصيات المحترمة جدا اصحاب الخبرات الطويلة جدا 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 والمجلس الاعلام كلهم شخصيات محترمة هطلع وهنقل له وجهة نظر حتى انا كلمت باستاذ فهم عمر الاذاعي القدير والاعلامي القدير واستاذنا كلنا يعني لو يسمح لنا نقول كده يعني اه طبعا وكلمته حتى كان عنده بعض الحاجات وصلها له بطريقة خاطئة ووضحتها له واعتقاد الشخصي ان شاء الله خلال الفترة القادمة اكيد هيبقى لي قعدة مع المجلس الاعلامي وهوصل لهم بعض الظروف اللي ممكن بيكونوا بوعاد عنها في نفس الوقت بشكر الاستاذ حسين زين جدا 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 والاستاذ رسالما به ناس جدا جدا على وقفته واري وهي وقفة الحق تمام احنا يعني هو وليد دلوقتي احنا جيبنا استاذ خالد برضو القرار علشان اه 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 نقدر نقره مقدم البرنامج هو المسؤول الاول عن ضيوف اه اه او اول بند اه المادة الاولى تقرر المادة الاولى مقدم البرنامج هو المسؤول الاول عن ضيوف المادة البرنامج المادة البرنامج المادة البرنامج هو المسؤول الاول عن ضيوفه طيب نمرة اتنين على مقدم برنامج حال وقوع اي تجاوزات تعداد لا هو بعد كده كمان حتى في حالة اللي هي المادة التانية تمام فان مسؤوليته ووقف الحلقة وتبرير ذلك المشاهدين بالضبط كده طب اه طب دور رئيس التحرير طب دور الضيف ايه اه يجب على الضيف ان يتحمل مسؤولياته اذا كان خصوصا انه انه شخصية عامة يعني وده عادة اللي بيحصل كنت لسه اقولك انت برنامج المحترم او القناة المحترمة بتجيب ضيوف لها حيثية بالضبط لها هوية لها مدلول لها مرضود عند المشاهدين فهو مش هيجيبه عشان ولو هنتكلم على حالة المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب رئيس نادي الزمالك كان رئيسا لرابطة الاندية اه فهو مسؤول بالتالي عن كل ما هو ما يصرح بي انا هسألك بممتال امانة وهقولك رأيي في الاخر بس هسألك فاضل لو سي انت مختلف مع المستشار مرتضى منصور شخصية نعم هل هتختلف معه على الهواء انه هو يجي معاك وهو رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك لا طبعا انا من الناس دي انا من الناس اللي عايزة انا 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 قلت كذا مرة ان عندك رئيس نادي الزمالك وبيخصك ببعض الامور اتفضل يعني انا ما عليش اي مشكلة بالعكس ده رئيسنا للزمالك فانا شايف ابراهيم واحمد طب ده انت خسران نص الاندي زعلان انت منهم اوي اوي اه じゃあ اخرجي عن ارادتك عندك وعندي وعنده وعنده وحصلت صح وأكم من مرة حصل ده ما بينفعش ردود افعالنا ان احنا يعني سوري يعني نكتب شكاوى و لا كان المفروض يبقى أحسن من كده لا يعني عيب طيب عندنا برضو سؤال مهم جدا للأستاذ خالد لطيف بقى بصفته للأستاذ هنا أنا ألبت الأستاذ خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وهي السؤال الأهم بالنسبة لي دلوقتي كيف يمكن أو ما هي المعايير التي يتم اختيار الجهاز الفني لأي منتخب في كل المراحل السنية هخلي الأستاذ خالد لطيف يجاوب على هذا السؤال ولكن بعد هذا الفصل اشتركوا في القناة